يقول من الظواهر السيئة في بعض المجتمعات الإسلامية ظاهرة الانفصام ما بين الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وصدقة والتي هدفها تحقيق التقوى والتضامن والتراحم والسمو الأخلاقي وبعض المظاهر والسلوكيات المنافية لمبادئ الدين وقيمه وأحكامه فكيف نرشد الناس إلى تحقيق الانسجام والتكامل ما بين الشعائر وآثارها الاجتماعية وأين مكمن الخلل عند الناس الذي جعلهم لا يجدون لهذه الشعائر أثرا أو امتدادا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فالجواب أنه لا يمكن أن نطرد هذه الحالة لعموم بلاد المسلمين فإن بلاد المسلمين تتفاوت في مقدار تمثل أهل الإسلام فيها للشعائر التعبدية بما يترتب عليها من صلاح للنفوس وتزكية للقلوب ومن آثار اجتماعية تظهر في حسن الصلة مع الآخرين والقيام بالتكافل الاجتماعي والدعوة إلى خصال الخير وفي التعاطف والتوادي والتراحم بين المسلمين نعم هناك قدر مشترك و هذا القدر المشترك لا ينبغي أن يغفل عنه أو أن يضطرح لكن العلاج إنما يكون بعد تشخيص الداء نعم و في ظني أن مكمن الداء لدى الطرفين لدى العلماء والدعاة والمربين والمصلحين من جانب و لدى عموم الناس من جانب آخر أما ما يتعلق بأهل الشريعة من دعاة و علماء و مربين و مصلحين فلا مبالغة إذا قلنا بأن تقصيرا في الدعوة إلى الخير و الدعاية لمعالم هذا الدين و شعائر و ملامسة ما تتطلع إليه نفوس الناس من معرفة أسرار هذه الشريعة و مقاصدها و حكمها التي يمكن أن يجد آثارها في نفوسهم بحيث لا تكون مقتصرة على المستوى العلمي المعرفي النظري دون أن يثبت لهم أثرها في أرض الواقع إذ غالبا ما يكون تناول أهل العلم تناولا علميا مجردا و لعله يزهد أيضا في أحيان كثيرة من خطاب الوعظ و التزكية و الدعوة إلى الآثار الاجتماعية الناشئة عن استقامة الفرد على منهج الله تبارك و تعالى و حسن تديونه له سبحانه كذلك من تقصير أهل العلم عدم إعطائهم للقدوة في كثير من البلدان فأقوالهم تخالف أفعالهم و ما يدعون إليه من تنظيرات و شعارات لا يرى الناس فيهم أمثلة حية تقنعهم بهذا الخطاب و نحن كلنا نعلم أن هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه و سلم بل لهدي الأنبياء جميعا فربنا تبارك و تعالى يقول و ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه في سورة هود فهو منهج للأنبياء لأنهم يقدمون لأقوامهم أمثلة حية و قدوة حسنة لما يدعوهم إليه لكن هذا النشاز بين القول و العمل و بين الشعار و التطبيق و بين النظرية و الالتزام أفضى إلى ضعف العناية بالالتزام و التأسي و التطبيق و هذا ينبغي أن يعترف به و هو خلل ثان غير الخلل الأول متعلق بالجهد الدعوي و نوع هذا الجهد فيما يتعلق بالقيام بواجب الدعوة حق القيام أمرا بالمعروف و نهيا عن المنكر و نصحا و تناصحا مع التركيز على الجانب الذي يتلمسه الناس فيما يتعلق بإرضاء نهمهم لمعرفة مزيد من أسرار الشريعة و حكمها و مقاصدها و غاياتها في واقع حياتهم و ما يتناول مشكلاتهم هذا الخلل الثاني ينبعث من عدم إعطائهم القدوة الحسنة و أما يعني يمكن أن نضيف أيضا إلى ما يتعلق بأهل الشريعة في هذا الصدد تجريد الدين من أمرين اثنين من جانب الالتزام و من جانب التزكية و لا أقصد ما ذكرته في البداية أقصد أن الكثير مما يطرحه علماء الشريعة و المربون و المصلحون و الوعاظ و الدعاة يأتي مجردا من التوجه إلى أهمية تأثير العقيدة في صياغة شخصية المسلم لكي يكون ملتزما قائما بالحق مطيعا لربه تبارك و تعالى مؤديا لوظيفته في هذه الحياة يفصل أثر الإيمان و العقيدة عن ما يحدثه من حيوية في واقع حياة الناس فيتجه الخطاب إلى الفرع لا إلى الأصل فلا تجد تلكيرا بالله تبارك و تعالى و المنقلب الذي يقول إليه و لا تجد تشويقا للنعيم الذي أعده الله تبارك و تعالى بالقدر الكافي الذي يحرك النفوس و يجعل هذه النفوس قادرة على الربط بين سلوكها في الواقع و بين معتقدها إذ يندر أن تجد مسلما على مستوى الإيمان النظري و هو يجادل في منافع العمل الصالح و البر و الإحسان و المعروف في واقع الحياة لكن حينما تأتي إلى ذات السلوك ستجد بونان شاسعا لأن أثر العقيدة ضعيف فلا يتجه الخطاب إلى تعزيز هذا الجانب الإيماني و غرس العقيدة المحركة لحركة الإنسان الفاعلة في نفس هذا الإنسان الموجهة لأخلاقه و لعلاقاته و صلاته بالآخرين تجد أن هذا الجانب يضطرح و للأسف الشديد يستبدل به الخوض في معارك جدلية كلامية يظن أنها من جوهر العقيدة فإذا بالشقة تتسع و إذا بالعلاقات تتوتر أما في مقابل عموم المسلمين فكما قلت أيضا ليس من الإنصاف أن نعمم و نحن نحمد الله تبارك و تعالى على نعمته علينا في هذا البلد نحن نلحب من تفاعل الناس فيما يرغبون في التعرف على أحكامه أنه منبعث من حركتهم في الحياة الحقيقة لو درسنا حتى الأسئلة التي نتلقاها في هذا البرنامج سنجد أن أغلبها يتعلق بالجانبين جانب الفهم لأسرار هذه الشريعة من كتاب الله عز وجل و من سنة رسوله صلى الله عليه و آله و سلم و يتعلق بالجانب العملي أي ما يطرأ عليهم في حياتهم في مختلف في كل أبواب الفقه الإسلامي على كل هذا إنما هو من باب الاعتراف بفضل الله تبارك و تعالى علينا لكننا مع ذلك أيضا لا ننفي أن قدرا من هذه المفارقة بين الشعائر التعبدية المحوى و بين آثارها الاجتماعية و النفسية و الخلقية أنه موجود كما تقدم لدى عموم المسلمين و من أسباب ذلك من أسباب هذا الخلق و أنا جمعت بين السؤالين فالتشخيص مع الدواء الداء مع الدواء فمن الأسباب الجهل فالكثير من أبناء المسلمين لا يرضى لنفسه أو لا يغرس في نفسه الطموح ليتعلم و يتفقها و يدرك أكثر من محاسن هذه الشريعة و مزاياها نعم بل تجد أنه يبذل الكثير من الوقت و الجهد و المال في سبيل تحصيل معارف قد لا تعود عليه بأي منفعة و لعله يقضي عمره في وسائل التسلية و الترفيه فالجهل هو أس هذه الأدواء التي تصيب الناس و لا أريد أن أستطرد لأن هذه المسألة في ظن متفق عليها بعد الجهل يأتي غلبة الهوى فهناك فئة تدعي أنها غير جاهلة و أنها تطالع و تقرأ و تتعرف لكنها في غير المسار الصحيح للأسف الشديد مسارها فيما يتعلق بإرضاء أهوائها و شهواتها و ما يتعلق بزخار في هذه الحياة الدنيا فهو جهد ضائع مشتت فلا تجد التوجه الصحيح لمعالجة أدواء هذه النفوس و تفتيش عيوبها و حملها على الخير و الصلاح و المجاهدة في الله تبارك و تعالى ابتغاء مرضاته في الواقع العملي فطغيان الأثر المادي الذي هو في المفهوم الشرعي هوى و شهوات و وساوس نفس و مطامح دنيوية على حساب العاقبة و على حساب تزكية هذه النفس و الرقي بها في مدارج الكمال الإنساني فمن أجل ذلك تجد أن العالم الإسلامي كله بإحصائيات موثوق بها أن مقدار ما ينفقه في وسائل التسلية و الترفيه و في مدن الملاهي و في ما لا نفع منه لا يقارن أبدا بما ينفقه في سبيل ما يتعلق بالبرامج و الأنشطة التي يمكن أن تكون عائدة بمزيد من التزكية و خصال الخير و التذكير بالعاقبة إذن هذا السبب يتعلق بطغيان أو غلبة الأهواء و الشهوات و الإنسياق وراءها في خضم مادية طاغية تدفع بالمرء إلى الاقتناء و إلى ثقافة الاستهلاك على حساب النافع المفيد على حساب المنهج القصد المعتدل الوسط بين الإفراط و التفريط من ضمن الأسباب أيضا و هذا ينبغي أن يخص بالذكر و لعل أختم به هذا الجهل و تغليب اتباع الهوى و الشهوات أفضى إلى مفارقات في الواقع تباين بين تفريط و إفراط بين تمييع للدين و قيمه و شعائره و بين غلو في الأخذ بها و هذا كله موجود في الواقع هذا الخواء و الفراغ أثمر بيئة مناسبة لنمو أفكار بعيدة عن المنهج القصد الراشد الذي يوفق كما تقدم بين حركة الإنسان في هذه الحياة الدنيا و بين المآل و المنقلب الذي يؤول إليه و بين مطامع نفسه و رغباتها و بين حقوق الآخرين و حقوق الحياة بكل مفرداتها و موجوداتها عليه فهذه الأسباب كلها هي التي أفضت إلى مثل هذه الآثار التي يشير إليها الدكتور مشكورا في سؤاله و بتبينها يمكن بعد ذلك التعاون على تجاوزها و علاجها بمشيئة الله و أعتذر على الإطار أنا جميل تفصيلا ممتاز و أيضا يعطي الفرصة لوضع استراتيجية لمعالج كل هذه الأسباب أحسن التي يؤدت في الأمة الإسلامية لهذا الانفصال كما تفضل ترجمة نانسي قنقر